أستاذي ابني صار له سنة ونصف بالنمسا أخذ إقامة سنة وهو قاصر عمره لما أجي عن نمسا عمره كان 14 سنة هلأ داخل 16 سنة جديد وأخذ حتى الإقامة للسنة ما أعطوه وما عنا حدا هنيك لحاله طيب أنا بفهم ظروفك كويس جدا لأن كل يوم بيجيلي على التليفون بتاقي اتصالات كتيرة جدا من الأهل بسبب نفس المشكلة بس هي في مشكلة هنا أنا مش في إيدي أن أنا أساعد فيها هنا أي حد بيجي قاصر تحت سنة 18 الدولة بتكون هي المسؤولة عنه هي اللي معها قرارة الوصاية فمش من حقه أن هو يجوكل محامي خاص إلا بموافقة الوصي عليه حتى طبع السنة طبع أنا ما أرده عليه أنا فاهمة بس أنا ما أقدرش يعني أنا لو هو معنده واصي هنا في النمسا والواصي دوة موافق إن هو يوكلنا لي أنا بقدر أساعده وسرع له الإجراءات بس بما إن هو قاصر والدولة هي اللي غالبا مسؤولة عنه فلازم الدولة توافق تنزي على التوكيل علشان أنا أقدر أشتغلي غير كده ممنوع ما أقدرش للأسف هو بيقدر يجي لعندك يعني فيه هو يجي وكلك مثلا حبيبسي أنا لسه ذكرالك النقطة هو ما بيقدرش يوكلني إلا بموافقة الدولة يعني إذا عمره دلوقتي 16 سنة لازم يسأل الدولة اللي مسؤولة عنه يشوف مين الواصي عليه مين اللي معاه القرار بتاعه ويقول له أنا عايز أروح لمكتب محامي خاص وفيه يتواصل معي أو مع أي حد على مكتبنا أو أي مكتب تاني ويتواصل معاه والدولة توقع أن الموافقة أن هو يكون عنده محامي خاص لأن هم بيكون عندهم محاميينهم وساعتها أنا بساعده ما فيش أي مشكلة